مساء الخير عليكم أصدقائي قصة اليوم صارت لأشخاص اثنين واحد اسمه وائل والثاني اسمه مجد بعد ما قرروا يفتحون قناة وهاي القناة تتكلم عن الرعب والماورائيات شون اللي حدث وياهم وشون اللي صار راح تعرفونه بهاي القصة وراح تعرفون انه عالم الجن عالم خطر وما يستهان به يعني الهبل اللي جاي يساوونه اغلب الناس اللي يبحثون على اساس بالمغامرات وغيرها هاي اشياء خطرة ومرعبة من المحتمل انت تروح بمكان فعلا بيه جن والجن ضرباته قوية مو مثل الاشياء اللي جاي ينشاهده المهم مورة طول عليكم بالمقدمة صلولي على الحبيب المصطفى واذكروني يا الله يا جماعة الخير لان الجن على ذكرهم يحضرون ويلا نبدي بقصة اسمي مجد وحاب احتيكم قصتي واللي صار وياي انا وان بيوم من الايام اقترح علي وان ان نسوي محتوي والمحتوي يتكلم عن الماورايات والقصص والجن وهاي الاشياء المرعبة بعد ما سوينا قناة على منصة اليوتيوب القناة ما نجحت مدة شهر كامل واحنا ننشر بيها بدون اي نتيجة وبدون اي هدف وما تشلنا نعرف هواي اشياء مثل هسة اللي يعني اعرفها المهم بذاك الوقت هاي الاشياء ما فادتنا فاقترح علي اقتراح وائل قل لي شن رأيك انت يعني تدخل المكان قبلي بدون ما حد يدري وان اللي اصور يعني انت ما رح تطلع بالصفة مثل الفيديوهات ونشيل هاي الفيديوهات السابقة كلها على القناة اللي كانت تقريبا بالستين الى سبعين فيديو يعني نبدي من جديد ونسوي نفسنا مغامرين شننا متأثرين بهواي ناس يحضرون مغامرات او يدخلون مواقع مهجورة وكان من السهل ان نحصل على هيت اماكن لان بكل اختصار المنطقة اللي احنا شننا ساكنين بيها كانت منطقة زراعية ونجرفت وتوزعت واغلب البيوت اللي موجودة بيها كانت هاي البيوت كلها قيد الانشاء يعني اللي مبنى عن نص متروك اللي اهلها عايفين ورايحين واكو بعد بيوت هم متروكة منطين داخل المزارع واكو مدرسة كذلك ضخمة وشبيرة كانت مضروبة من ايام الاحتلال قلنا هم نروح نسوي بيها تصوير وفعلا قمنا نصور يقول شنة اجدس امام الكاميرا وبالنسبة الصاحبي كان بذاك الوقت هو اللي يسوي الحركات يعني يرميني بحجر او يطلع صوات واني اقوم افتر واقول بسم الله واتحوذ من الشيطان على اساس اكو جيم بالمكان وهستوها بدت القناة تصعد بذاك الوقت كتبت لهم يعني او قلت لهم اذا تريدون اطب على مكان شبير وموقع هاكو مدرسة مسكونة بالجن ومحد يقدر يدخل الها ومن هاي السوالث هذا انتو حابين انا اسوي المهم يعني كتبوه الاثنين او ثلاثة قالوا ادخل للمدرسة خلنشوفها وفعلا بذاك الوقت اتأخرت الساعات الغاية ما رحت ماسك جوالي وتكلم وصاحبي كان يتمشى وراي وما كان طالع بالتصوير وكل الناس اللي شاهدني كانوا يعرفون انا ادخل وحدي المهم يوم اللي دخلت للمدرسة بدأ يسوي اصوات ويضرب بالبيبان ويحرك اشياء يرمي علي اشياء وانا بذاك الوقت فرحان جدا التصوير كان طالع بكل احترافية واستمرت تقريبا عشر دقائق او شوية اكثر اصور الغاية ما خرب التصوير ما اشنا تعرف بالمونتاج زيادة خرب التصوير بالجوال ماتة اللي ران وانا ميت الف مرة محذرة لما نصور يسوي الجوال ماتة مغلق اتنفرزت من عنده وصرت عصبي جدا بذاك الوقت المهم كلمة مني وكلمة منه وزعل اخذ جواله وقالاني ما اصور هو كل فكرة انه انا راح ارجع قلت لاني ما راح ارجع راح اظهل اصور وباكسر نتفاهم قال بعد لا تجيني ولا اجيك تركني وراح واللي سويته انا صرت افتر ومشغل جوالي بلكي هلقى جن حقيقي المهم ضليت وحدي بالمدرسة بعد يمكن خمس دقائق من مغادرته قمت اشعر بالخوف المكان اظلم اضوية مابي وما عندي غير بس جوالي مفتوح الكشاف ماتة والكاميرا الصور البوب قامت تتحرك اشعر اكو احد يركض قلتفت هلقى قطع اسود يناظر علي من بعيد وكل هاي الاشياء بداخل المدرسة المدرسة هاي متكونة من دوران الدور الثاني كان بذاك الوقت نص السقف ماتة مهدوم لأن مقصوفة والدور الاول كذلك بتخريب مطبيعي المهم انا بديت اصعد على احد السلالم اللي موجودة وصرت افتار اللي فوق الغاية ما سمعت صوت واضح مالا قدام جاي من الاسفل والصوت كان يقترب علي خفت وارتعبت وقلت منه اللي هنانا ما ارد علي اي شخص نزلت اركض اريد اطلع وما حسيت غير صاحبي بوجهي واقف ومفتسم قلت لها رجعت ما هال لك تعوفني ناظره بوجهي بس بيه شغلة مختلفة عيونه كانت مو طبيعية سيلته وقلت له شبيك قال ما بي يعيشي بذاك الوقت شفت عيونه حمر قلت احتمالا قهر من كلامي وصار يبجي فقلت له اكيد باشي انت قال لا انا ما ابجي يلا خلني نكمل تصوير ذاك الوقت ما جنت موجه عليه الكاميرا ولا اي حاجة كان يمشي وراي ونفس الشي يسوي اصوات لكن سوى حركات غريبة جدا وهاي الحركات كانت مو طبيعية بينه وبينه مسافة عشر امتار او اكثر احس ان هو يضربني على شد فيه هلتفت علقاه بعيد علي يعني ما رح يقدر يركض بهاي السرعة يجي ويرجع وما جنت اسمع صوت خطواته الغاية ما واني جاي اصور صار شي مو طبيعي اللي حدث يوم اللي صعدنا للقاط الثاني مع هاي المدرسة في سبيل نكمل التصوير فوق سبقني بخطوتين واني شوية اخرت خطواتي ومعرف شون فرعت الجوال عليها اول ما انتبهت كان ما ظاهر بالتصوير وهذا الشي رعبني وجمدني عن الحركة والشغلة الثانية خطواته بالارض ما كانت موجودة الارضية كلها تراب خطواته موجودة لكن هو ما كان الي اي اثرات كأنه طايف عن الارض وبعد ما تكلمت ويا وقلت له انت منه قام شكله يتغير وشفته بعدة صور يعني شكله يتغير مرتين للانسان ووجهه صار ينطي اشبه بالحيوان انترس شعر وعيونه صارت باللون المضيء ما تحملتها المنظر او نقدر نقول ما اعرف شن اللي يجاني فقدت الوعي بالمكان اللي هو بالقاط الثاني مال هاي المدرسة ويوم اللي صحيت صحيت وكانت الكاميرا مكسرة بجانبي وما كانت تعرف شن اللي صاير والمشكلة بكلها كان الوقت متأخر بعد ذاك الوقت ما اعرف شن اللي يسوي والدنيا بعدها ظلمة قمت من مكاني مرعوب والجوال كان بجانبي مقلوب على وجهي والفلاش مات مستمر وشغال المهم هستوني فتحت عيوني عدل وحسيت اقدام والشخص عبره تمفوقايا لكن مجرد انه لمست الارض اختفت صراخت ونزلت ارقض المهم تركت هاي المدرسة واستمرت ركض وما اجنت حتى ناظر وراي وما حملت الجوال ماتي اصلا من الارض المهم ما حسيت غير واحد يناديني من بعيد ويقول لي اوقف شبيك تركض والصوت كان معروف الي صوت صاحبي هذا غيرت مسار رقضي ورحت باتجاه مباشرة المهم يوم اللي وصلت لي يمه كاني ناظر علي وابتسامته كانت غريبة وتخيلته نفس الشخص المهم صرخت بصوت عالي هو قابل شي يجيبه وشي يسويه هنا كانت تقريبا بوسط اراض زراعية كملت الركض ماتي ومباشرة للبيت دخلت لي جوه وانا مفزوع والدتي وعندي خوات اثنين يوم اللي دخلت للبيت وسويت صوت عالي قعده وكانوا مفزوعين وقالوا وشبيك وشنو اللي صاير وانت ليش متأخر تقريبا للصبح انا ضليت المهم بذاك اليوم ما قدرت انام الا بالغرفة يم خواتي لان ما قدرت انام وحدي المهم عدت الساعات علي وقعدت يمكن على الساعة 11 بعد ما والدتي نادتني وقلت لقوم اتغدة قعدت اكل واتذكر الموقف وجهي مو طبيعي ويسئلوني شنو اللي يصار وياك ما شنو تجاوب وشنو حس الباب تندق يوم اللي حسيت الباب تندقت انفزعت وقالي وش بيك عبالها ما نمسويلي فتشغلة بر المهم شوي رجعت طبيعتي وقال لولي قوم شوف منه بالباب رحت اتمشي على الباب طبيعي قلت منه جاوبني صديقي شنو تخاف افتح الباب قلت لروح مريض وما بي حال خفته الجن لان كان جايني بشكله المهم قال ما صورت المهم ناس الموقف اللي بينه وبينه وجاي خلاص يريد يعد الامور طبيعية قلت لان القناة بعد ما علي بيها وان ما ريد حاجة المهم رد علي وقال لي ها شوي كيف افتح الباب وضرب الباب قوي رحت على الباب فتحت ناظرت بوجه وتأكدت من عند صاحبي وقلت لها اش رايد قل الموقف اللي صار وياي وارتعبت المهم دخلت لي جوا وقلت لي اسمع رح نقعد آن وياك بالغرفة ما ردك تتكلم بصوت عالي تمام ما رد اهلي يعرفون سأني وقل تصالت عليك عدة مرات جوالك مغلق قلت للجوال مات تركته بالمدرسة قام يضحك وقل خافت اللي سو بي مقلب تراها احنا نسويه على العالم قلت للا تعال دخلت لي جوا وسولفت للموضوع كله بما انزل رد علي وقال لي دخل نروح نجيب الجوال يجوز طالع بالتصوير يجوز كذا قلت لاني ما اروح قل لي خلص نهار انا رح اروح اجيب جوالك وارجع وفعلا راح بعد ما غاب عني تقريبا نس ساعة رجع مرة ثانية ودق الباب ودخل علي للبيت هو والجوال مات الجوال ما كان مصور غير حاجة ووش وش مطبيعية كأنه حاط التلفون يمكينة بس صوت ما الوش قوية جدا وبالنسبة للصوت كانت سواد بسواد حتى الفلاش حتى الحيطان اللي موجودة كانت ما طالعة المهم بعد ما كملت المقطع أنا وصاحبي مشاهدة اللي كان أسود وبيه بس وش وكان طويل وهو بسبب الذاكرة ممتلية والكاميرا يعني بذاك الوقت مصورة بس سواد قررت تمسح لأن ما بي أي فائدة وقميت ومسحت ومجرد أنه أنا مسحت نزل علي صداع مفاجئ أشعر برقبتي أنه ما أحب ضغط عليها وأشعر بغثيان مو طبيعي يعني أريد أرجع الأكل اللي أكلته وقدت الصاحبي يا صاحب أنا ما أقدر أريد أنام ممكن تروح لبيتكم تحس أنه أنا فعلا بي حاجة قال لي خلاص أخذ راحتك وقام هو مباشرة وطلع وصلت للباب ورجعت نميت بغرفتي أول ما حطيت راسي على المخدة بالبداية الصداع كأنه صار ينزل على صدري والألم قام يتمكن مني شوي شوي الحدمة غمطت عيوني من الألم ورديت فتحتها شعرت أن الغرفة مات بيها أشخاص غرباء يفترون بدون أي ملامح وما كانوا لا واحد ولا اثنين عددهم كبير جدا وكان الكل طالع بي الغاية ما ظهر واحد من بين ذول الموجودين كلهم شكله بشع جدا وإلى ملامح حادة وغريبة ومرحبة وقال لي ما راح أعوفك الشون تجي وتدخل على عائلتي وفوق هذا كله شايل جوالك والصور أقلقتنا أنت وصاحبك وقال لي ما راح أتركك كبد أنت وصاحبك فوق ما جيت وقلقتنا تكذب وتقول أكو جين بالمكان وتضحك أنت وصاحبك وتقول نسوي قناة ونضحك على العالم المهم بذاك الوقت ما شنت أقدر أتحرك شنت أشعر أنواني بحلم المهم وبعدها حسيتهم أنو يتقربون عليه صارت أصارخ بصوت عالي وأستعيد من عدهم يعني وشنت أحاول أتخلص منهم أريد أقوم ما أقدر أتحرك بوعي وحيوني حتى مفتوحة الحد ما مفتحت علي الباب وأول ما مفتحت الباب ما للغرفة شفت والدتي منها وهم اختفوا مباشرة من أمامي وبعد اختفاءهم صرخت بصوت عالي هزيت البيت هز والدتي تفاجعت وقالت شين اللي صير وياك وانت ريش فاتح عيونك بهاي الطريقة وانت شين تتكلم منه قلت لها ما كلم أحد يعني تخيلوا والدتي ما قلت لي انت حلمان يعني شافتني انا مفتح عيوني وجا يتكلم ويا احد فقلت لها ما انا غير شين تنايم المهم قالت لي شين اللي يصير وياك وجوالك وين طبعا لما سيلتني على الجوال انت راح تستغرمون تقول هي لي السئلة علي متعودة هي دائما تلقا على الشحن اتكلم وياها وشين تخايف اقول لها اخاف اقول لها وتخاف علي ازيد وقررت اهدئ نفسي شوي دخلت الحمام اخذت شاور وطلعت يوم اللي طلعت اندقت الباب هالمرة غلست وما طلعت يعني جنة تسمع صوتها وراحت والدتي وقلت لي صاحبك ايجي عليك فقلت لها خلاص رح وقل لها طلع راحت والدتي هست وتريد تقول لي وانا طلعت اركض تكلمت ويا قلت لها تعال خل نقعد بالباب وجلستان ويا ببابنا وصار يتكلم ويا على الموضوع قال تدري اجتني فكرة من يوم اللي انت رح تريد تنام ومدر شنو هان اجتني فكرة قوية جدا قلت لها شنية الفكرة قال تطلع وتتكلم بالموضوع اللي صار وياك وبكل عفوية بالشارع فقلت لا مستحيل ما قدر اسوى هذا الشي انت ما تعرفان اللي مرت بي وما تدري اللي صار بذاك الوقت قل شنو اللي صار قلت لها حلمت كذا وكذا وانا جاي يتكلم ويا فتح عيونه وبدأ يطالعني التشيرت ماتي كان نازل على صفحة وطالع شوية من شتفي قال لي هاي شبيك قلت له ما بي يعيشي المهم مديدة وكان اصرخ يوم اللي رفعت التشيرت لقيت كدمات على جسدي منين جتي معرف وكان العظم يوجعني بصورة مو طبيعية واضلاعي كذلك قلت له لا ما أسوي قال خلص احنا بعد ما نطلع وما نروح يا رجال أنا هم خفت بس هو كلام لأكثر احشي الشي اللي صار وياك ترى عادي يعني فقلت له مو شون مو كذا قل لي خلص دخل لصورك وإحنا قاعدين هنا عفوية فتحنا بذاك الوقت التصوير هو فتح وجه علي وبدي تتكلم وجاي يحشي بالأشياء اللي جاي يصير وياي شن اتجالس ومنط ظهري للجدار مال البيت مالتنا والجدار مال بيتنا كان جدار ناصي ما يتجاوز المتر وثمانين يعني ما واصل مترين شنة تاني جالس ومرتاج علي بذاك الوقت هو يصور بيه طبيعي مستمر بالتصوير لكن عيونه اشوفها ليه فوق يعني يناظر ليه فوق ما جاي يناظر بالجوال يعني ما عرف ليش المهم ما انا مستمر راتكلم الغاية ما شفت مثل ملامحة اتغيرت وقررت ارفع راسي ليفوق واشوف هو على شنو جاي يطالع ومره وحده ما احسي لكم غير شخص جاي يطالع من فوق السياج كأنه لابس عباية مع راس ما شنو تعرف صاحبي على شنو جاي يطالع يمكن عبالة يعني وحده من خواتي صعدت لين كان صغار ومو كبار المهم يوم اللي طالعت تضحت عد الرؤية ازيد اللي كان يطالع علي مو انسان عادي المهم ركزت بعيوني ومرة وحده ما حسيت غير قط اسود ينزل علي ويضربني على عيني وعلى راسي وعلى وجهي صاحبي بذاك الوقت سقطت جوال مت على الارض وراح يركض البيتهم ويصرخ بصوت عالي طبعا انا خدت الجوال ودخلت لي جوه والدتي قالت شبيك ما تحملت اتكلمت وياها على الموضوع وقلت لها صار ويايا كذا وكذا لكن الجوال ما صاحب كان بيرمز وما قدر افتح ودني الليل شنت اخاف اطلع معرف شون القفل بيدي وانا جا يركض اخاف اروح للبيت ويصير شي عدت ساعة اولى وبالساعة الثانية اندقت الباب علينا ويجي هو ووالدتي علينا حتى ياخد جوال والدتي دخلت لي جوه وصارت السور فيه ووالدتي والدتي كانت بيال مصدقة وما مصدقة ووالدتي الصاحبة كانت مصدقة مية بالمية مع العلم ما شافت واذا صدق اكو هيك حاجة صار اياه ما افضل افضل مما ينجنون رسمي انتي ما جاي يشوفين الهبل اللي مسويه فاتح لقناه ومدر شنو مسوي نفسه على اساس يروح يدخل بأماكن مهجورة المهم انا والصاحبة اذا نعمهم لكن جاي نتكلم بعدين فتح الجوال مات حتى نشوف كان يصور طبيعي ومرة وحدة شباب اسف واعتذر من عدكم على الخلل اللي صار بالفيديو ما قدرت اكمل الفيديو كامل لكن راح اسوي على جزئ وانا جاي اصور طاحت الكاميرا وما لحقت على غير بس نص هذا التسجيل المهم ان شاء الله اكملها في فيديو ثاني راح اشاهدونا بجزء ثاني لكن اذا حبيت الفيديو حطولي لايك عليه واشتركولي بالقناة اذا انتم مشتركين وفعلولي زر الجرس وانتظروني غدا بجزء ثاني ان شاء الله